أعزائي المشاهدين أسعد الله صباحكم في عدد جديد من برنامج نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد والذي نناقش فيه اليوم ملف إدارة النفايات في لقاء إعلامي اليوم تعرض الوكالة الوطنية للنفايات ولأول مرة تقريرها الوطني حول وضعية تسيير النفايات لسنة 2020 والذي هو بمثابة بنك معلومات في هذا المجال وسيسمح هذا التقرير في إضفاء رؤية واضحة حول وضعية تسيير النفايات لسنة 2020 وسيوفر كل المعلومات اللازمة لتسيير جيد وفعال للنفايات مستقبلا كما يجدر الإشارة أن هذه البيانات تعكس واقع تسيير ورسكلة وتدوير النفايات الخطرة المنزلية والصلبة وغيرها في بلادنا وبين التقارير والواقع نناقش الملف اليوم ولمناقشة هذا الملف نسعد اليوم باستضافة السيدة سومية ماضوي رئيسة قسم بالوكالة الوطنية للنفايات مرحبا بك معنا صباح الخير شكرا على الدعوة ومرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة السيدة سومية ربما هو تقرير الأول من نوعه وهو من أجل إضفاء بيانات للرأي العام ولكل المتعاملين يعني ربما ما هي أهم أو أهم ما سيكون في هذا التقرير أكيد يعني كما تفضلت وقلت في المقدمة ديالك هذا التقرير هو الأول من نوعه للوكال الوطنية النفايات رح تقوم اليوم بعضه ليسمح بعد ذلك الإطلاع لجميع الأطراف على هذا التقرير هذا التقرير فيه عدة مؤشرات هذه المؤشرات تساعد جميع الفاعلين المحليين سواء الجماعات المحلية أو المؤسسات أو كل فاعلين الأطراف من أجل بناء يعني بناء التقارير على أساس هذا التقرير يعني هذا التقرير هيصبح مرجع لكل أطراف الفاعلين يعني على المستوى الوطني لكي يبنوا خططهم المستقبلية المستقبلية أكيد وكل كذلك قرارات تحهم خاصة الجماعة الماحلية بناء على المؤشرات الموجودة في هذا التقرير وربما هذا التقرير يحوي على الكميات كيف يتم جمعها يعني تقنياً معلوماتياتها هذا التقرير يعني فيه أكيد مؤشرات ولكن كذلك يعني وصف للتسيير الحالي للنفايات في الجزائر ليس فقط نفايات المنزلية ولكن تطرق هالتقرير كذلك للنفايات الخطيرة والخاصة الخطيرة وتطرق كذلك حتى كذلك لنفايات البحرية لكيف يتسير نفايات البحرية هنا على المستوى الجزائر يحمل كذلك مؤشرات كما قلنا بالأساس مؤشرات كميات كما قلت هالت المؤشرات راح تسمح لجميع الأطراف بمعالجة 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 بالنسبة لكل قيطة هل تملكين يعني بعض الأرقام هذا التقرير فيه أرقام هنا استرجعنا خبرات على الوكالة عبر مختلف المشاريع والحاملات لطلقتها سواء متعلقة بالنفاية المنزلية هنا ستتلقى نتائج متعلقة بالحملة المتعلقة باستخراج والاستنتاج كمية الإنتاج للفرض الواحد في الجزائر هذه الحملة ما زالها متواصلة لحد الآن ولكن هناك الأرقام متعلقة بالحملات السابقة كذلك الأرقام متعلقة بالحملات الخاصة بالنفايات النتيجة عن نشاطات الاستشفائية ليداس وكذلك عدة أرقام يعني يمكن نقول مثلا على سبيل المثال للحصر يعني هنا في سنة 2020 يعني كمية النفايات المنتجة الاستشفائية تقدر بأكثر من 14 طن يعني متعلقة بالمؤسسات الاستشفائية التي قمنا فيها بالحملات هذه وربما هذه يقولك أنه النفايات المستشفائية ربما هي من أخطر أكيد أكيد وليزم لها معالجة خاصة ويزم لها الهياك الأساسية باش نقوم بمعالجة هذه النفايات هل يتم معالجتها بالمعايير المطلوبة اليوم في الجزائر؟ أكيد كل النفايات المستشفيات؟ أكيد جيد بالنسبة للوكالة الوطنية نحن نرى كثير من الأعمال التي تقوم بها مؤخرا وخاصة في مجال التحسيس والتحسيس في إعادة رسكلة النفايات كيف يعني ربما في خلاصة أهم الأعمال التي تقوم بها الوكالة اليوم؟ يعني الوكالة من مهامها يعني اللي كلفت بها الوكالة الوطنية نفايات باعتبارها هيئة تحت وصاية وزارة البيئة أهم مهمة للوكالة هي تنفيذ استراتيجية الوزارة البيئة فيما يتعلق بتسير النفايات أكيد تشجيع النشاطات المتعلقة بالفرز وجمع النفايات القابلة للرسكلة تعتبر من أهم النشاطات التي تقوم بها الوكالة يعني الوكالة قام ببعدة مشاعر نموذجية يعني الهدف من هذه المشاريع النموذجية هو النقل الخبرة للفاعلين المحليين باش يقوموا بنفس هذه العمليات سواء على مستوى الأحياء يعني كان لنا تجربة الفرز الانتقائي على مستوى الأحياء ولا على مستوى الإدارات العمومية لكذلك كان لنا تجربة من أجل جمع نفاية الورق على مستوى الإدارات العمومية كذلك وربما أيضا تحسيس الإدارة العمومية لعدم أكيد التحسيس هو أهم عملية في كل عملية نقوم بها لأنه هذه العمليات مختلفة هذه العمليات تتطلب مجهود وتطلب كذلك وعي خاص من طرف المواطن ولا من طرف العمليين في الإدارات لكي يقوموا بفرز هذه النفايات أربما في تجربتكم إذا أمكن أن توافونا بتجربتكم فيما يخص رسكرة النفايات أو فرز النفايات بالنسبة لي كانت في الأحياء أكيد يعني هنا كان هذا من أحد المشاريع النموذجية لي كانت في العاصمة فقط ليس في العاصمة هذه العملية شملت عدة ولاية عبر الطراب الوطني كما قلت لك الهدف منها ونقل تجربة على مستعالة شكل نموذجي بشي قمت نقوم بتعميمها على المستوى المحلي كانت تجربة ليس فقط في ويت العاصمة وإنما في عدة ولايات عبر الوطن ربما نذهب يعني نطلب من فريق العمل أن يعطينا فيديو لحاوية ذكية وضعتها بلدية الجزائر العاصمة بالأمس على مستوى البريد المركزي كما تشاهدون هذه الحاوية الذكية لدارة كما نقول ونحن البوز يعني شاهد الكثير الحاوية الذكية ربما هي للفرز تدخل في إطار الفرز للنفايات سيدة سومية ربما تعليق على تعليق من طرفكم على وضع مثل هذه الحاويات بالجزائر العاصمة يعني هذا وضع مثل هذا الحاويات الحاويات لا ننسى أنه يطلب دراسة يعني وضعها بشكل يكون مدروس وكي تكون الاستفادة منها لأقصى حد بلا منسى أنه وضع هذه الحاويات لا يجب أن يكون بدون حملة تحسيسية لأنه هنا ندخل نظام جديد في عملية الفرز وبعدين الجمع لازم تكون كائنا عمية تحسيسية ترافق وضع هذه النفايات وكذلك لازم توفر كل الوسائل اللازمة بعدين يعني لأن فرز النفايات يتبعوا مباشرة عمية الجامع وعمية نقل نفايات هذه إلى المراكز المختصة فيما بعد يعني لازم يرفقوا كل الوسائل اللازمة بش تنجحها مثل هذه العمليات ولكن مثل هذه المبادرات أكيد نرحب بها وإن كانت تدل على شيء فإنما تدل على أن المواطن الجزائري وهناك يعني وعي من جهة تسير النفايات يعني يهتم بمجال تسير النفايات ربما هذه تقودنا إلى نقطة مهمة أنه العائق الأكبر الذي يواجه ربما تسير النفايات أو حتى رسكالتها هي العقلية المواطنية يعني الثقافة ربما كنا نشاهد فيما شاهد كان سبق ووضع أماكن للفرز الخاصة بالزجاج بالحديد يعني بمواد معينة لكن في بعض الأحيان كنا نرى واحد الممارسات يعني الغير حضارية الناس ترمي شيء يرتاحها في المزاب المخصصة مثلا لرمي الزجاج هناك عائق كبير بالنسبة لثقافة الرسكالة والفرز أكيد يعني لازم نفهمه بالمواطن في هذه العمليات المواطن هو العامل الرئيسي لنجاح مثل هذه العمليات هذا لا يمنع النوريس فقط المواطن يعني يجب كذلك في المقابل توفير كل الوسائل الأزيمة من طرف الجامعات الماحلية باش تنجح مثل هذه العمليات يعني لازم ترفع النفايات بصيفة على حسب اللي فرز دورية ومضبوطة أكيد ما يقومش مع البلدية جيت تقوم بجمع كل هذه النفايات في حاوية واحدة هذا يخلي المواطن يفشل وما يقومش بعملة الفرز لذلك حنا نتكلمه على عامية تحسيس وأهميتها لازم نكون عامية تحسيس بطريقة مستمرة مش فقط نجي اليوم لنضع فيها الحاوية ولنوضع فيها ذاك النظام الفرز نقوم بعملية التحسيس وبعد ذلك من هذا الأمر يتطلب يعني عملية تحسيس مكثافة وبصفة مستمرة باش المواطن يدمج روحوا في هذا النظام الجديد أكيد باش نكونوا واضحين يعني وانا مشوا نظام يراه ساري به حاليا على مستوى الوطن ربما لا تعتقدون أنه فيما يخص التحسيس المدرسة ربما هي أول نقطة يجب الانطلاق منها ولما نقول مدرسة نقول مدرسة الابتدائية يعني عند الصغار لأنه لو ربينا هذه الثقافة عند الصغار سيسهل استشراف المستقبل أكيد أكيد يعني طفل هو الباب الأول في عامية التحسيس يعني حتى احنا في البرامج وفي البرنامج اللي قمنا بعمل مستوى الاحياء أعطينا أهمية خاصة للطفل وكنا نقوم بمصرحيات باش نفهموها الفرز يعني نفهموها عن النفايات ونفهموه كذلك كيف تتم هذا عامية الفرز ولماذا نقوم بفرز النفايات باش تدخل فيها هذه الثقافة الفرز يعني من الصغر باش يعني في المستقبل لما يكون هناك هذه الأجهزة توضع بشكل عام على مستوى البلديات يكون هو بالآصل عنده هذه الثقافة الفرز يكون تربع لها هل يسوينا لك بروتوكولة عمل مشتركة أو تنسيق مشترك بينكم وبين وزارة التربية لازم يعني هنا أكيد لازم يكون تنسيق بين الوزارتين بين وزارة البيئة ووزارة التربية من أجل وضع برامج خاصة بالطفل اللي تسمح لوب باش ندخلوا هذه المادة للتحسيس والتوعية المتعلقة بكل ما هو تصير نفايات أو كل متعلقة ببيئة يعني ليس فقط لأنه رأينا ربما في بعض برامج يعني الدول الغربية وحتى دول أسيوية هنا في البرامج المدرسية تدخل يأخذوا التلاميذ للمناطق وين تتم الرسكلة ويعني يعطوهم بالأرقام قال هذا الكيس البلاستيكي يقعد 400 سنة بشي يتحلل هذه تقدر تربيها في شارع لأنها عضوية بقى في شارع فوق الترب لأنها عضوية وتتحلل ربما هل تستشرفون مثل هذه المبادرات؟ أكيد أكيد كل هذه المبادرات عفوا مرحب بها وأكيد كان برامج بين الوزارتين اللي راح إن شاء الله تكون في القرب العاجل تكون على أرض أرض عضوية الواقع كان هنا كما يسمى بالنواد الخضراء اللي على مستوى كل مدرسة ابتدائية ليكون فيها تعليم للطفل مبادئ المتعلقة بالبيئة بالنفايات كذلك لأنه النفايات رأي جزء من البيئة التعنا أكيد يعني البرامج مرحب بها بالنسبة لي ربما حتى هذه النواد الخضراء عملتوا معها من قبل هذه النواد الخضراء؟ هذا كان البرنامج مسطر من قبل وزارة البيئة ووزارة التربية يعني وما زال حد الآن يعني بعض النواد تنشط في المدارس الابتدائية في الحملات التحسيسية واللي هو دور كبير للوكالة الوطنية للنفايات والتي أصبحت تأخذ حجم أكبر نظرة لأهمية القطاع يعني انتقلتم ليس فقط من الأفراد والمواطنين والأحياء بل أنتم أيضا بين المؤسسات أكيد لأن نظرة عن النفايات تغيرت في الجزائر نقلنا نشوف النفايات فقط كمشكل ولكن كفرصة كذلك للاستثمار ليس فقط كإشكالية يجب حلوها ولكن النفايات في الجزائر حاليا يعني منظرة الوكالة للنفايات نحاول بين المجتمع أنه هي كذلك فرصة لخلق الاستثمار لخلق مناصب شغل وكذلك لخلق ثروة لأن النفايات القابلة للرسكالة يعني من خلال الحملات اللي قمنا بها حملات السنف النفايات على المستوى الوطن يعني هي موجودة بنسبة معتبرة في الحاوية الجزائرية واللي تطلب يعني كون هناك عرض وطالب باش تخلق هاد فرص الاستثمار على المستوى الوطني تحسيس المؤسسات كذلك رأنا نقوم بيه كما قلت احنا الهدف من تحسيس لنقوم بيه يعني افتجاه المؤسسات هو باش نحاول على قدر الإمكان خلق العرض باش يكون هناك طالب باش يكون هناك استثمار في هذا المجال جيد سنواصل في هذه النقطة الجوهرية وهي تقريبا واقتصاد لنفايات المرسكلة نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى مباشرة من قناة البلاد ومن نقاش غرفة الأخبار النقاش الذي نخوض فيه اليوم إدارة النفايات في الجزائر بين التقارير والواقع الملموس والذي نناقشه مع سيدة سومية ماضوي رئيسة قسم بالوكالة الوطنية للنفايات مرحبا بك معنا مرة أخرى شكرا لك ربما كنا نتكلم ودخلنا إلى تدوير أو رسكلة النفايات في بعض الدول رأينا أنه أصبح اقتصاد أو صناعة قائمة بحد ذاتها هناك متعاملين خواص يعني يهتمون بهذا المجال الاهتمام كبير هناك استثمارات هناك أموال تضر من النفايات هل الجزائر هي مقبلة على هكذا صناعة؟ يعني باش نكونوا باش نبقوا توجوه فالإعلاج هذك اللغابوخ يعني هذك التقرير سنوي بالنسبة لتسير نفاية في الجزائر هذا هو الهدف منه عرض سوق الجزائرية وأضيح أنه تسير نفاية هذا يقدر يخلق كما قلت سابقا من مناصب شغل يقدر يسمح الجزائر في مجال تسير نفاية نروحه يعني الاقتصاد الذائري فيما يتعلق بتسير نفاية يعني ما نبقاش في التسير الحالي يعني كل ما يستهلك يصبح نفاية ونقوم بدفنه يردم يردم أكيد يعني حاليا حتى لازم يعرف المواطن أنه تسير نفاية في الجزائر يكلف الدولة يعني أموال طائلة ما هذا أكيد يعني تبلغ تكاليف تسير نفاية في الجزائر نفاية المنزلية وما شبهها 58 مليار دينار سنويا يعني هذه الأرقام اللي رح تأكيد تلقاوها في تقرير لأصدارات الوكالة اليوم يعني لو كان نقوم باستثمار هذا النقوم برسكلة بعض المواد من هذه النفاية سنخفض من هذا التكاليف كين تكاليف مباشرة يعني وكين تكاليف غير مباشرة لتسير النفايات مثلا لو كان نتحدث على مثلا مراكز معالجة عصارة النفايات تكلف الدولة أموال طائلة كذلك لو نتكلم كذلك على مشكل هام وهام اللي هو إنعدام حاليا ما هو فرانسي بوغ لردم النفايات لا تجدون قطع أرضية لردمها لإنشاء مراكز الردم التقني حيث تطلب يعني تصير نفايات يعني باش نقوم بردم النفايات المنتجة بالنسبة لولاية شامن سحقوا إلى أكثر من 400 هكتار لردم هذه النفايات يعني الآن لازم نتوجه نحو نحو الرسكالة لازم نتوجه نحو تدوير النفايات هذا التدوير يعني 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 نعطيكم بعض الأرقام فقط إنه لو كان ناخده فقط المواد القابلة للتدوير اللي كان في الحاوية الجزائرية يعني نتكلم فقط عن النفايات المنزلية ومشابها وكذلك تثمين نفايات العضوية اللي موجودة كذلك في الحاوية راح تمكننا من ربح أكثر من 94 مليار دينار سنويا هذه فقط يعني هي أكبر من قيمة ما يكلفونا المعالجة ما يكلفونا تسير النفايات هذا فقط الربح المباشر بلا ما نتكلم على الربح الغير مباشر لأنه هنا راح نخفض فطورة الردم على الجماعة المحلية لأن الكمية عن النفايات اللي تروح للردم راح تكون أقل من ما هي حاليا يعني هذه فقط بعض الأرقام والمؤشيرات اللي كلها راح توجدوها في هذا التقرير لتبين حقيقة أن وعلاش لازم نروحوا للاستثمار في هذا المجال إذن فهذا التقرير هو نوعا ما ورقة وين ثبت لكل المهتمين بهذا المجال القدرات أو ما تملكه الجزائر من نفايات يمكن تثمينها بالنسبة لي ربما مراكز يعني لا أعلم إذا كنتم تملكون الرقم كم يبلغ عدد مراكز الفرز أو التدوير ربما هل هي موجودة بعدد كبير أو يعني يتكلم عن المؤسسات المؤسسات اللي تقوم باسترجاع وتثمين نفايات في الجزائر يعني الرقم تحو أكثر من 3000 مؤسسات منتشرة عبر الطراب الوطني يعني تقوم باسترجاع بعض النفايات يعني القابلة للرسكالة هذه يعني الأرقام اللي عندنا حاليا هي خواص أو كلها تبع القطاع العام خواص أو القطاع العام يعني بين الخاص والعام يعني هذا هو الرقم تعل المؤسسات اللي تقوم باسترجاع وتدوير نفايات كما قلت لك سابقا هذا يعني تطوير هذا السوق يتطلب وجود العرض كذلك لازم حتى المؤسسات المنتجة للنفايات تاني يكون عندها يكون عندها وعي بالنسبة للنفايات تحاب بش توجهها نحو هذه المؤسسات اللي تقوم بالإسترجاع وأضر أنه هي عملية الفرز هي الأساسية في هذا أكيد حتى داخل المؤسسات لازم تاني هذه المؤسسات تكون عندها وعي خاصة بالنسبة للنفاية الخاصة والخاصة الخطيرة بش توجهها نحو فروح فروح تثمين المعالجة المتعلقة بهذه النفاية ولهذا اللي حيشجع المستثمرين في هذا المجال بش يروحوا للاستثمار في الجزائر جيد من مهام الوكالة الوطنية للنفايات ربما هو مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تسيير نفاياتها كيف يكون ذلك؟ يعني مهام الوكالة الوطنية للنفايات ليس فقط مرافقة المؤسسات مرافقة كذلك كل الفاعلين كذلك الجامعة المحلية يعني مرافقة المؤسسات يتم بوضع ما يسمى بتسيير مدمج النفايات على مستوى المؤسسات هذا يعني هذا النشاط اللي قمنا بتطويره مؤخرا وننتجه المؤسسات اللي تقوم بإنتاج نفايات كالكسوالوتيب دولانتخبخيزادية يعني تقدر توجه الوكالة باش تساعدها في تسيير نفايات تحتها تعطيها للتوجيهات في ظل احترام كذلك القوانين للقوانين اللي وضعتها وزارة البيئة فيما يتعلق بتسيير نفايات أو في البيئة عامة نعود نرجع دائما لهذا التقرير لأنه هذا الهدف منه يعني باش نقوم بتحديث الناس باش تقوم بالاطلاع على التقرير هذا التقرير يوضح كذلك مختلف الوسائل لتقدر تستعملها سواء الجامعة المحلية والمؤسسات في تسيير نفاياتها كين وسائل قانونها القانون وكين وسائل الوكالة هي اللي قامت بتطويرها ونتكلم عن الوسائل للقانون الجزائري سنها في المواد تعول نتكلم عن المخطط البلدي لتسيير النفايات يعني هناك شرح في هذا التقرير شرح مفصل عن هذا المخطط لأنه يعتبر أداة وآلية مهمة جدا في تسيير نفايات على المستوى المحلي كين وسائل أخرى للوكال الوطني في هذه النفايات هي اللي قامت بتطويرها من أجل يعني تسهيل تسيير النفايات على كل الفاعلين نتكلم مثلا على نظام الرصد والإندار اللي هو الرقم الأخضر وكذلك الابليكاسي ينضيف يعني اللي هنا اللي حاولنا من خلال هذا النظام تقريبا المواطن من الإدارة يعني نهنا الإسهامي وإشراكي في تغيير الموحيط تعوي يعني مش فقط يقع العز هي منظومة رقمية تساهم يعني المواطن يشير أو يبلغ عن نقاط سوداء يبلغ عن نقاط سوداء اللي كان في الموحيط تعوي هذا بشي هو كذلك يفهم باللي لازم عليه يساهم في تغيير الموحيط تعوي وبش يسمح كذلك للجماعات المحلية بالتدخل من أجل يعني إزالة هذا النقاط السوداء الموجودة في الموجودة وأظن أنه كانت هناك أيضا في منظومتكم الرقمية طلعنا عليها سابقا هي نوع من بورصة للنفايات هذه كنت حانا وصل لها يعني هذا بالنسبة للمواطن والجامعات المحلية قمنا بتطوير بورصة النفايات الصناعية الهدف منها جزء ما يكون نهضرنا على العرض والطالب هو تقريب العرض من العرض يعني هنا بش نسمحه للمؤسسات لتنتج نفايات وليتحاول تتخلص نفايات تحاب بطرق إيكولوجية وفي ظل احترام القوانين لكينا في الجزائر هنا هذه المؤسسة يمكنها استخدام هذه المنصة الرقمية لتعرف خدماتها هنا هي تعرض نفايات تحاب والمؤسسات اللي تسترجع هذه النفايات هي اللي تعرض خدمتها كذلك تقدر تستعمل هذه المنصة بش تعرض خدمتها على المؤسسات هكذا مش نحاول بقدر الإمكان تقريب العرض من الطارب يعني في الأخير كيف ترون مستقبل رسكلة النفايات أو تدوير النفايات في الجزائر هل هو يعني يخطو خطوات متسارعة إلى الأمام أم لازلت بطئة جدا؟ أكيد وهذا هو الهدف من إصدار هذا التقارير الهدف منه هو التوضيح أنه لازم نمر الآن الاقتصاد الدائي لازم نهتم الآن بتسير نفاية في الجزائر نعم أكاد نغرق في نفاياتي نعم أكيد لأنه الأرقام اللي قمت بتقديمها أو الأرقام الموجودة في هذا التقرير راح توضح باللي هذا المجال يعني راه مجال واعد وهذا لا يعني أنه الناس مكانش يعني المواطن الجزائري ما هوش واعي بهذا الجانب العكس يعني إحنا نستقبل يوميا في عدة حاملين مشاريع ليحبوا استثمار في هذا المجال وهذا يدل أنه هناك واعي على المستوى الوطني باللي يجب نذهب نحو الاقتصاد الدائري في مجال النفايات شكرا لك جزيلا سيدة سومية مدويرة استقسم بالوكالة الوطنية للنفايات على هذه التوضيحات هناك فرص للاستثمار حتى في النفايات ربما لمن يهمه ذلك من المستثمرين هنا ينتهي نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم فقراتنا متواصلة ألقاكم في عدد آخر بحول الله السلام عليكم